مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي نتواسع هدو هدو يعني كيفاش كان عاركم انا يا اودو يعني عراهم حاملية اول حاجة في السمن الاولى يعني بعد التلقيح يعني بيدو الناس اللي مكيعرفوش يديرو رجس يعني هدو علامات عينية احنا كنقولو مشي يعني هدي علامات نظارية يعني كتشوفهم غيب غيب العين مجرد كتبالكم الانتف iz that was who we can set up mua aولًا من الشرسيمنة الاولى يعني في الاسبوع الاول و الف الاسبوع الثاني را كتولي عدوانية كتولي مشي تقربتلها وخصصا في الاسبوع الثالث في الاسبوع الثاني كتولي شوية عدوانية في اسبوع الثالث كتولي عدوانية اكثر اما بالنسبة الوزن ذييلها راكي يزيد ما كتبقش يعني بالميزان عادي كتبالكم بالظرية وخقدت كل الأكل العادي كيبالكم باللي زادت في الحجم يعني كيولي ظهرها يعني متكامل كتولي يعني عندها واحد شوية ديال زيادة فتف الوزن بالنسبة يعني الناس ديال البكري كانوا كيهضروا على الشعر ديالهم كيولي أملس يعني أي أنثى كتكون يعني حتى نقوله مشعبشة يعني كتكون الشعر ديالها يعني مخصر هذيك عرفوا هنا ما حاملاش أما بالنسبة لهذا الأنثى كيما كتشوفوا معايا يا غيبال ما تهرب مناش شوفوا الشعر ديالها كيفاش دير كيولي مرتب وأملس كيولي بحلي قطني هذا الأنثى مني كتكون هكا وكتكون زيادة في الوزن مباشرة كتكون حامل كتكون عشار القضية ديال الناس اللي بغين يعرفوا كيفية الجس الجس وهو ضروري أنكم تعلموكين واحد فيديو ديالي في القناة ديالي على الجس يعني كتديروا واحد نفاخة نفاخة عادية كتنفخوها وكتديروا فيها واحد جوج حمصات ولا واحد جوج بلوتات ولا وكتقاو ديروا فيها واحد شوية ديال الماء كتناصب الماء وكتقاو يعني أنتم كتمرنوا رأسكم كيفاش كتقلبوا الأنثى يعني كأن الكرش دياله هي عبارة عن واحد نفاخة وانتم كتترينيو عليها تكتوليوك متمكنين بالنسبة للحمل، العلامات دياله هي العلمة أخرى هي الأنثى مني كان هزوها يعني بواحد الشكل عمودي ما كتقاش تركل بإينا، إلا شفتوها ما كتقاش تركل عارفوها راهة حاملة يعني كين واحد وزن راتحت منها، يعني مش خاوية يعني كتكون خاوية في الكرش ديالها كتبقا، كتركل إذا كتركل عرفوها رها ما حاملاش أما إلا تلقت راسا تحت عرفوها مسكي نراها الزت كل ومقادراش التركل إذا في الأسبوع الثالث كتبدأ كي العلامات اللي كي حالها تشكلها هذه أنا شوفوا داير لوحد كشة هنا يا حمراء هي داير هالها شوفو سمو رايرها رها نتفتها وكتجهز البيت الولادة ديالها شوفو سبحان الله هادي دا ما بقى لوحد الأسبوع إن شاء الله وتولد وكتوجد هاد 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 يعني بحال الشكل دياله النملة اللي مذكورة في القرآن أنها كتفقت جهز الأكل ديالها على طول السنة حتى هاد الأنثى شوفو شنورها دايرها راها يعني كبدأت توجد بيت الولادة منذ الأسبوع الثالث بالنسبة الناس اللي غادي يقول لي كيفش نتعاملوا مع الأنثى وهي تهلوا فيها كنت الأراني بالحامل يعني العشاء حاولوا أنكم تهلوا فيها كيفش تهلوا فيها؟ ممكن أنكم تعطيوها ثلاثة الوجابات وهذه الوجابات من الأحسن تكون فيها الحلاوة يعني ممكن أنكم تعطيوها لقامة ديالأساي اللي كانت تشيط عليكم ممكن أنكم تعطيوها لا بالنسبة اليوم الأول تذكروا معايا ضروري ضروري أنكم تديرو لها واحد يعني أول بعد الولادة ممكن أنكم تديرو لها واحد معايا القادير للعسن عسن عادي ممكن عسن الخيس لي ما عندوش العسن يمكن يدير غسكر يديرو لها مع الماء اللي كتشرب منه بالنسبة اليوم الأول كذلك ممكن أنكم تديرو لها نخالة مع الماء دافي يعني غي شوية ديال المدافي بما كحنا كنقوله كتبربشوها بالماء يعني كترشوها شوية بالماء وكتعطيوها لها رأي كتكون يعني كترد الصحة ديالها بالنسبة للأكل تهلوا فيهم فهد المدة هذي الناس اللي عندهم الأنطاع العشار حاولوا أنكم تعطيوهم ثلاثة الواجبات ممكن أنكم تبقوا تعطيوهم دورة كذلك مزيانة لهم كتدير الحليب وفي هذه الوقت هذي الناس اللي عندهم اتفاف نبتة اتفاف معروفة وراني ديما كان ندرع عليها في القناة ديالي حاولوا تعطيوها من أسبوع للخر الأسبوع للخر بدون تعطيوها اتفاف على أحسب الحليب بش أنها تدير الحليب وتولد بوحد طريقة من تولد تهلوا في الصغر ديالها باش يكتسبوا مناعها قوية ويكملوا معاكم مزيان إذا الحلقة ديالنا إياها دي كنظر أني وصلكم الرسالة اللي انتما بغيين تشوفوها رمضان مبارك سعيد احنا في اليوم الثالث الناس اللي ما زل ما يشاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشوفوها مع التعاليق طيبة ديالكم ما تنسوا الناس بزير جيم حركوا سبعكم وتكيوا على زير جيم حاولوا أنكم تكيوا عليها باش تسندوني وتكيوا على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة